ونشوف اول سؤال وصلنا على صفحتنا صفحة بالنمج ولا تعسروا اول سؤال بيقول ايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد اذنك زوجي عنده قطعتين ارض بيطلع عليهم زكاة كل سنة ومن ثلاث شهور باعهم وفي قطع منهم لسه باقي فلوس اطلع عليهم اطلع عليهم زكاة هو بيقول ايه بس احنا لازم الاول خالص نعرف ان الاراضي عشان يطلع عليها زكاة لابد ان يكون المقصود منها ببساطة خالص ان هي يتاجر فيها لكن انا لو عندي قطعة ارض وهبنيها هبنيها عشان اسكن فيها انا واولادي لا دي تبقى المال ده تسموه مال ايه مال القنية يعني ايه اللي حاصل دي مش هطلع عليها زكاة زكاة الارض دي هي ارضي اللي انا هبني عليها ليا ولأولادي فدية مش هطلع عليها الزكاة لا دي انا عندي قطعة ارض وقطعة الارض دي في كردون المباني وانا عايز ابيعها وعرضها للبيع وعرضها للبيع فإن اللي حاصل فتبقى دي على طول القطع الأرض دي من عروض التجارة طيب في ناس بتقدر تطلع الزكاة عليها كل سنة لأن عروض التجارة بنتمنها ونطلع عليها طيب وفي ناس ما بقدروش ما عندهمش حاجة خالص 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 فبنقول لهم إيه طلعوا على آخر سنة أول ما تبيعوا الأرض دي طلعوا على آخر سنة طلعوا على آخر سنة أول ما تبيعوها وعشان كده بتقولي ان هو باع من 3 شهور قطعة ارض واللي حاصل فالفلوس اللي جات له دي لما كانش يزكى على الارض دي يطلع 2.5% من 8 الارض دي يطلع على زكاة طيب وبعد كده وفي قطعة منهم لسه باقي فلوس اطلع عليهم الزكاة لا يعني هو باع ايه باع قطعة يقول بعد ايه باع قطعتين عنده قطعتين ارض وبيطلع عليهم زكاة كل سنة باعهم لا ده باع القطعتين وفي قطعة منهم لسه باقي فلوس عليها يعني لسه باقي فلوس هياخدهم دين على المشتري يطلع عليهم زكاة اه لان ده والدين مرجو السداد يعني فلوس اللي لسه هتجي له ده من المشتري هيبقى ده دين مرجو السداد والديون مرجوة السداد بنزكي عليها ديون مرجوة السداد يبقى منزكي عليها ويبقى هو عليه ان هو يطلع الزكاية على الملين